أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروع ميناء السادس من أكتوبر الجاف يعد نموذجا مميزا لشراكة بين القطاعين العام والخاص وأوضح مدبولي خلال ترأسه لاجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة أن المشروع يخدم هدف ربط مناطق الانتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالمواني البحرية عبر وسائل نقل نظيفة وسريعة وآمنة وحول نعقاد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي أكد رئيس الوزراء أهمية استضافة مصر لهذا الحدث البارز بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الأفريقية وعلى صعيد نشاط الحكومة قال مدبولي أن زيارته لقرية الودي التابعة لمركز الصف بالجيزة شاملت تفقد العديد من المشروعات الجارية تحت مضلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف الوقوف على سير العمل وسرعة تشغيلها لتسهم في النهوض بالخدمات المقدمة للأهالي مشيرا إلى ما لمسه من تقدير المواطنين بالقرية وسعادتهم بحجم الأعمال التي تتم خاصة دمن مبادرة حياة كريمة اشتركوا في القناة